السلام عليكم تحية طيبا متابعين الكرام اليوم راح نحسب تكلفة هيكل بيت كامل من الالف الى الياء لمساحة 100 متر حسب الخرائط الاكثر استخداما في العراق وهي غرفة وصالة ومطبخ واستقبال ومكشوفة او منور وحمام وبقية التفاصيل الاخرى اخوة الكرام ارجو مشاركة هذا المحتوى التفاعل والاشتراك ليصل هذا المحتوى النادر الى كثير من الاخوة الكرام ولكم الاجر والثواب نعم لا يوجد اي شخص لديه هذا المحتوى تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم لمنع الاحتيال من بعض الانفس الضعيفة اولا الاساس خمسين في خمسين شريطي اول نقطة هي شفل لتنظيف القطعة وفرش السبويس 100 الف سبويس سيارتين نوع تيك 300 الف حادلة لحد القطعة 100 الف حديد تسليح الماس تحتاج طين واحد مليون اسمنت الجسر خمس اطنان ستميت الف رمل مخصول 150 الف الحصو تيك 150 الف عمل النجارة والتسليح وخباطة تقريبا يصيرا مليون ونص بناء ثلاث سوف او اكثر طابق لوزن الاساس جمهوري تقريبا الف ونص طابقه سعر هن 150 الف جور عمل البناء لوزن الاساس هي 150 الف عمل لبخ الاساس وصبتل وارتفاع 10 سنتيم 150 الف الرمل والحصو لبناء ولبخ وصب البادلو راح يزول عندك من صب الاساس اسمنت لبناء ولبخ وصب البادلو طن يعني راح نحتاج طن سعره 125 الف طبعا حساب بزايد اعمال القير التزفيت برميل واحد مع العمل 125 الف دفن الاساس نحتاج ثلاث سيارات نوع تك مع اجور التعديل وشفل الدفن يصر 250 الف هاي بالنسبة لاجور الاساس اخوة الكرام احنا ذكرنا المواد واجور العمل للاساس لمساحة 100 متر طول او مربعة اذا التكلفة التقريبية للاساس 50 في 50 طبعا ارتفاع 50 وعرض 50 شريطي كاملة الاساس كامل مساحة 100 متر طولية او مربعة ماكو فرغ مع النواعي بنوصل للست ملايين يعني الاساس راح يكلفنه كامل هو ست ملايين ثانيا البناء من فوق الاساس لحد السقف ارتفاع ثلاثة امتار وعشر سنتيم طابق نحتاج سيارتين والفين طابقا فوقها حمل السيارة 8000 طابقا لكل سيارة يعني 18 الف طابقا نحتاج سعر هن سن مليونين وثمانمية اسمين للجسود نحتاج ثلاث اطنان سعر هن 350 رامو المخصول نحتاج تك 150 الف شبابيك حديد عدد ثلاثة يعني يعني ثمانة متار مربعة بالنسبة للشبابيك سعر المتر الواحد من 40 الى 90 الف خلي نقول المتر ب 60 الف كحال وسط انت بكيفك تريد تشتغل هنا نخيص او غالي الاسعار واضحة امامك الابواب الحديد يعني بيبان الحديد نحتاج بابين مع الباب الرئيسي يعني عندنا بابين حديد ارتفاع ثلاثة متار والباب الرئيسي ثلاثة في اثنين او اثنين ونص في اثنين ارتفاع يصارنا كلها تقريبا 12 متر سعر المتر راح نختار قلنا 60 يصير سعر هن 750 الف نحتاج تشارت شوبتين خشب مع الابواب سعر هن يصير 400 الف ابواب وهوائيات البي في سي للحمامات 150 الف العمل بناء فقط من فوق الاساس لحد السغف مليون وخمسمائة الف اذن اخوة الكرام هاي المواد هو العمل الخاص بالبناء من فوق الاساس لحد السغف نكمل الفيديو اذن التكلفة التقريبية لبناء هيكل بيت بمساحة 100 متر من فوق الاساس لحد السغف 6 ملايين وخمسمائة هسا هنش خلصنا خلصنا الاساس وخلصنا البناء لحد السقف راح نجي هسا على المرحلة الاخرى هي السقف ثالثا السقف مع النزالات والجسور اول نقطة هي حديد تسليح نحتاج طنيا سعر هن مليونيا نستخدم صب جاهز نحتاج تقريبا 20 متر مكعب سعر المتر مكعب الواحس سبعين الف سعر هن يصير مليون وربعمية أجور عمل القالب والتسليح مع الدرج مليونيا أنابيب الكهرباء مع الملحقات الأخرى في السقف مع أجور العمل 250 ألف إذن هاي التكاليف السقف مواد وعمل مثل مواضحة أمامكم يعني راح نحسب هسا التكلفة النهائية بالنسبة للسقف إذن التكلفة التقريبية لسقف هيكل بيت 100 متر مربع مع النزالات والجسور والكهربائيات الكهربائيات طبعا بالسقف هي 6 ملايين و 650 ما عن نواعم خافناس شيء يعني نقول 6 ملايين يعني سقف راح يكلف نمال 100 متر هو 6 ملايين ومثل ما ذكرنا المواد والعمل واضحة أمامكم إن شاء الله هاي بالنسبة المل للسقف نجعل مرحلة الرابعة هي الستارة ارتفاعها 170 بيتونة فوق نخلي 5 في 5 البيتونة ارتفاعها 2.5 طابق نحتاج الستارة 6000 طابقة والبيتونة نحتاج للتالاف طابقة يعني سرى 9000 طابقة نحن نذب سيارة مثل ثمانية سعرها مليون وربع اسمن طنيا 150 رامل نحتاج تك واحد 150 ألف وجور عمل البناء 500 ألف باب وشباك للبيتونة راح نحتاج 300 ألف سخف البيتونة نعتبر البيتونة 5 في 5 نحتاج ثلث طن حديد تسليح وخمسة أمتار مكعبة صاب جاهز الحديد والصاب بيصيرا 600 ألف عمل نجار نجارة وتسليح البيتونة هي 250 ألف تصعيد مواد البناء بالونج 500 ألف نعم راح نحتاج الى تصعيد المواد بالونج بعض البيتونات بالنسبة المية الطوالية خلوهم شباكين وبابين يعني أو بابين وشباك واحد حتى يصوي سطحين ايضا هذا الشباك لازم تضيفه اذا تدخلي شباكين زيان يعني البيتونة والستار ستكون تكلفتها التقريبية هي 3 ملايين وثمانمية ومن المعلوم البناء لازم ينحسب بالزايد يعني نقول 4 ملايين لازم نحسب بالزايد خامسا عمل الاشتايقر للسطح بمساحة 100 متر قنة مع البيتونة المتعارفة عنه المتر المربع من الاشتايقر مواد وعمل مع تزفيد السطح ووضع الماستك وتنظيف السطح ايضا هو 18 ألف للمتر المربع الواحد مثل مربع يعني بيش 18 ألف يشتغلونه كل شي عليهم تصعيد المواد والتراب والمواد وكل شي المساحة الكلية لسطح اغلب الخراط تقريبا يطلع 85 متر مربع يعني راح يكلفني تطبيق السطح شتايقر جاهز من كل شي السطح جاهز من كل شي شتايقر مليون وخمسمية بالنسبة لمساحة 100 متر أخوة الكرام التقريب التقريبية لهيكل بيت بمساحة 100 متر مربع أساس وبناء من الأساس لحد السقف والسقف وتطبيق السطح والبيتونة والستارة طابق واحد فقط يكلفك 24 مليون الطابق الثاني وحده يكلف نفس التكلفة الأرضي بس نشيل الأساس والستارة والبيتونة والشتايقر ونحسب تصحيد المواد يصيب 13 لأن تكلفة النهائية هي 37 مليون أخوة الكرام هذا المقطع من حساب التقريبية لهيكل فقط لمساحة 100 متر أرجو المتابع والاشتراك بالقناة ونشر هذا المحتوى ولكم الأجر والثواب هذا المحتوى يهدفه شنوه نحن نهدف المن المحتوى يهدف لمنع الاحتيال على قليل الخبرة بالبناء للحصول على تكاليف بقية المساحات قناتنا على الجهة في اسم القرآن عمد رحيم العبادي تحياتي لكم